أعربت مصر عن بالغ إدانتها للتفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة هيرات غرب أفغانستان والذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا الأبرياء ما بين قتل وجرحة وفي بيان لوزارة الخارجية تقدمت مصر بخالص التعازي لكافة ذوي الضحايا والتمنيات بشفاء العاجل للمصابين مجددة التأكيد على استنكارها ورفضها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب